اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا وسهلا فيكم استاذ عبير وكل الدارسين معنا في اكاديمية دراسات اللاجئين ونسأل الله ان تكون الدقائق القادمة تكون فيها من الفائدة والمتعة وكذلك الالفة والصحبة الصالحة ان شاء الله اعوذ بالله السمير علي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا لك الحمد كما انبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك رضينا بالله ربه وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا فقه لنا إلا ما فقهتنا ولا أدب لنا إلا ما أدبتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم اجعل العلم حجة لنا بين يديك لا حجة علينا رحمة الله وصلى الله عليه وسلم حياكم الله ونسأل الله يتقبل منا ومنكم صالحة مال في البداية أنا أبدأ أتقدم بالشكر الجزيل لنادي قراء العودة وأكاديمي الدراسات اللاجئين وللأستاذ عبير والأستاذ إشراق والأستاذ علاء والفريق اللي تواصل معي وأنا شاكل لإلهم تحميلهم لهذه المسؤولية الضخمة أني أنا أتواصل مع أنثال حضرتكم وحضراتكم جميعا من المهتمين والدارسين في أكاديمي الدراسات اللاجئين وكذلك المهتمين عموما بالشأن الثقافي والأزمة الحضارية اللي بتمر فيها أمتنا العربية والإسلامية خاصة أننا نحن اليوم جايين بتحدث عن معضلة ضخمة جدا أن الله عز وجل أخبرنا أننا أمة اقرأ فقال لنا في أول همسة من همسات الغار اقرأ باسم ربك الذي خلق فيفترض نحن أمة تحمل رسالة القراءة تحمل رسالة العلم تحمل رسالة الثقافة تحمل رسالة الحضارة ومع ذلك نجد أنفسنا في هذه اللحظة التاريخية التي أتحدث بها بين أيديكم أننا نحن متراجعين جدا 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 ما الذي يجري؟ ما الذي حصل؟ إذن يبدو أننا لم نعقل ولم نتشرب هذه الفكرة الضخمة التي جاء بها القرآن الكريم واجعت به السنة النبوية صلوا على رسول الله اللهم صلي وسلم وزدوا وارك عن نبي محمد المعضلة الثانية اللي حابة أحطها بين أيديكم جماعة الخير أنه يعني من الصعب الحديث بعد العمالقة فكيف لو كان الدكتور محمود الفرو الرجوي الصديق والأخ الكبير بالنسبة لي وكذلك لو سادة جهاد الرجب الروائي المعروفة فابلا جاءنا رقم ثلاثة فيعني سامح الله عبير وإشراق وبقية الأخوات الفضليات اللي يعني نظموا هذه الدورة يعني لو حطونا أول شي عشان نهرب ولكن يعني جزاهم الله كل خير الجزء الثالث اللي حابة أتحدث فيه أنه إحنا حديثنا اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما نسمي الكورونا والتعديم عن بعد وإشكالياته فابلنا نتحمل بعضينا وابلنا نصبر ونحتسب ونجعل هذه الجلسة شكلا من أشكال جلسات العلم والتعلم التي كان يرابط بها الدعاء إلى الله وكان يرابط بها أهل العلم وكانوا يثنون ركبهم وتخيل أبو إدريس الخولاني يقول أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أيحسب أصحاب محمد أنهم قد سبقون إليها قصد عن الجنة والله يكمل هو والله لنزاحمنهم عليها زحام الركب حتى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم رجالا ورجالهم هنا بمفهوم المعنى وليس بالمفهوم المادي بمعنى أنهم قد خلفوا وراءهم أناس قادرين جاهزين حقيقيين مستوعبين بهذه الفكرة هذه مقدمات أولى بين يديكم المعضلة الرابعة والأخيرة أننا سنتحدث بين يديكم خمس محاور سنتحدث بين يديكم خمس محاور المحور الأول القراءة بوابة الرقي والحضارة المحور الثاني القراءة واللغة وعلاقتهما بالحضارة المحور الثالث بين القراءة الحضارية والتعلم العام أو التعليم العام وقصد بالتعليم العام التعليم المدرسي والجامعي وما يلف حوله من تعليم يعني يشدك باتجاه الشيادات المحور الرابع التاريخ يعيد نفسه فلا بد أن نقرأه والخامسة القراءة بين فهم الواقع واستشراف المستقبل للأمانة حتى لا أكرر ما قيل سابقاً ركزت بشكل مكثف على المحورين الأوليين فلعلهما يأخذاني نصف الوقت أو أكثر من نصف الوقت بينما المحاور الثلاثة الباقية ستأخذ الجزء الآخر من الوقت فبالتالي إحنا الآن بدأنا الساعة السابعة والربع يفترض أنه هنأخذ بريك أولاني بحدود الساعة الثامنة ثامنة وخمس دقائق لمدة عشر دقائق يعني الذي يريد أن يجدد وضوءه الذي يريد أن يجدد يعني انتعاشه بفنجان قهوة شيء من هذا القبيل ثم تعيدنا الفاضلة الكريمة الست عبير إلى حلبة النقاش مرة ثانية لنجارسكم قرابة الثلساعة نختم بها المحاورة التي بقية ثم بعد ذلك ننتقل إلى النقاشات والأسئلة والملاحظات التي أنتظرها منكم إضافة على ما طرحت فبالتالي الطريقة اليابانية تقول قل لهم ما تريد أن تقول ثم قل لهم ثم إيه قل لهم أنك قلت لهم يلا خلينا نذهب مباشرة في المحور الأول القراءة بوابة الرقي والحضارة بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جمعة الخير معضلة النهضة ومعضلة الحضارة معضلة ضخمة جدا ناقشها كثير من المفكرين من أبرز هؤلاء المفكرين الذين ناقشوا هذه المعضلة مالك بن نبي ومالك بن نبي كما تعلمون أنه هو مفكر جزائري ولد سنة 1905 تقريباً وتوفي عليه رحمة الله بخمسينيات القرن الماضي وكان من جل حديثه وكان يكتب بالفرنسية ثم ترجم جزء من كتابته وترجمها له بعض التلامذة اللي بقوا بعده يعني مقبلين على ما كان يقول مالك بن نبي كان من أهم القضايا التي ناقشها كان يناقش الواقع الجزائري وكان يناقش الواقع الإسلامي طبعاً بالعموم وكيف يمكن أن تنهض أمة قد يعني رزحت تحت نير الاحتلال فترات طويلة جداً وبما أنه إحنا أكاديمية دراسة اللاجئين فبالتالي إحنا جزء من تبكيرنا الاستراتيجي كيف يمكن أن نحرر أراضينا المحتلة المحتلة بالاستبداد والظلم والقهر في بلادنا العربية أو المحتلة من قبل المحتلين السارقي أقواتنا من يهود وصهاينا وغير ذلك فبالتالي خلينا نبدأ مباشرة مع ملاحظته الثقية يقول مالك بن نبي أي أمة أو أي مجتمع يعني أي أمة أو مجتمع يملك بين يديه العناصر التالية والتي بإمكانها أن تشكل نهضة هو قصده أنه أي أمة من الأمم تعال تتبحها الأمم الإسلامية الأمم غير الإسلامية الأمم الشرقية الأمم الغربية خذ أي أمة ستجد بين يديها ثلاث عناصر مهمة العنصر الأولان كان يسميه التراب ويقصد به التراب أن كل الموارد المادية الموجودة أيًا كانت طبيعتها إن كانت موارد مادية المقصود فيها يعني موارد نفطية أو موارد مثلاً سمكية أي موارد المهم موارد سماها التراب والجزء الثاني الإنسان والإنسان يا جماعة خير هو معول التغيير قال تعالى إن الله لا يغير ما بقومه حتى يغير ما بينفسهم بمعنى أن الإنسان هو الذي يقرر أن يغير وهو الذي يقرر أن يتجاوز وأن يتحدى كما كان يقول أرنولد تومبي أن يتحدى ويستجيب للتحديات الموجودة والعنصر التالت العنصر التالت هو عنصر الوقت وكل البشرية يا جماعة خير تمتلك 24 ساعة في حدا مننا يا جماعة خير يمتلك أقل من 24 ساعة مع حساب وقت النوم نعم أنت تمتلك 24 ساعة ولكن كم هي إنتاجيتك أنت الذي تحددها فقد تكون إنتاجيتك ساعة في اليوم ساعتين في اليوم ثلاث ساعات في اليوم أو كما حصل في بعض الدراسات عن بعض الحكومات العربية أنه في منظف الحكومي تكون إنتاجيته داخل الدوام الحكومي اللي هو مدته 6 ساعات أو 7 ساعات أو 8 ساعات على حسب الدولة وصل ربع ساعة يا جماعة خير فإنتاجية مدتها ربع ساعة أكيد تعطينا مجال وين هيكون النتاجات الحضارية المستخرجة والذي تكون كثافة عمله واستغلاله للوقت 10 ساعات من 24 ساعة أبني أعلم وين ستكون مدائن تاجيه إذن يقول مالك بن نبي أن في ثلاث عناصر مهمة عنصر التراب وهو عنصر المادي عنصر الإنسان وهو العنصر الحيوي القادر على التغيير والتفاعل والعنصر الثالث هو عنصر الوقت ولكن يؤكد عليه رحمة الله أن هذه المكونات الثلاث لا يمكن أن تنصهر أو تستجيب لبعضها البعض إلا إذا تناولت خلينا نقول محورين مهمين محور الولاني وجود فكرة مركزية كان يسميها هو الفكرة الدينية ولا أقصد فكرة الدينية بمعنى الدين له قصده بالمعنى خلينا نقول النفسي والوجداني للدين يعني قصده فكرة تتملك صاحبها فبالتالي مثلا لما تملكت فكرة النهضة أهل اليابان استطاعوا أن ينتقلوا من واقعهم بعد هورشيما ونكا زاكي إنه يكونوا الآن كوكب اليابان كما نسمع ونحضر كثير من المواد المعرفية بهذا البوض فقال كان يقول وجود الفكرة المركزية وهي وجود خلينا نقول الذهنية الواضحة إلى أين نريد أن نذهب والوضع المحفز ويقصد دائما بالوضع المحفز شو هو يعني إن صح تعبير وضع استثنائي حصل ضائقة انفجار زي ما حصل في فروشيما ضائقة مالية لحظوا أنتم مثلا الربيع العربي مع العلات التي حصلت به البرى دائما الذي حصل في الربيع العربي كان سببه إيش؟ كان سبب وجود فكرة مركزية نريد أن ننهض نريد أن نخرج مما نحن فيه وجود وضع محفز شو هو السحق الذي كان يعني يمر به المواطن العربي في مختلف البلدان لذلك لو أردنا مرة أخرى أن نشكل هذه النظرية سنجد أن النظرية عبارة عن سهم مكون من ثلاثة الإنسان الوقت التراب صالتوا على رسول الله اللهم صلي وسلم وزد ومارك عبد المحمد العناصر النهضة عند بالنبي أن الإنسان والوقت والتراب نحو النهضة المنشودة ولكن هذه العناصر الثلاث لا يمكن أن تتلاقى إلا بوجود فكرة مركزية إن لم يكن هناك فكرة مركزية تتملك الإنسان تجعله يستفيد من التراب ويستثمر كل الوقت فلن ينهض باتجاه النهضة المنشودة أثناء وجود الفكرة المركزية أنت محتاج مرات أوضاع محفزة قهر تعب ضغط استشهاد خروج استثنائي لوضع استثنائي يعني هيك إشارة بسيطة جدا الشعب الفلسطيني كمثال يمتلك الإنسان والوقت والتراب في فترة ما قبل السبعة وثمانين ما الذي جعل انتفاضة السبعة وثمانين انتفاضة استثنائية هو الوضع المحفز الذي كان موجود حتى سميت في تلك الفترة ثورة المساجد ثميت فترة من الفترات كذلك ثورة الحجارة ثورة أطفال الحجارة فكانوا وضع أطفال الحجارة وضع محفز استثنائي يعني كإشارة وإن كانت شيئا فيها من البعض الآن الفكرة المركزية إذن هل هي الثقافة أم هل هي الحضارة أم هل هي المدنية كانت هاي الفكرة الضخمة اللي احنا تكلمنا عنها فالفكرة المركزية عبارة عن مكون ثقافي إذن الفكرة المركزية هي الثقافة لذلك أحببت أن يعني أتناول أنا وإياكم الآن عدد من التعريفات الموجودة فللأمانة وجدت في كتاب صناعة الثقافة وهاء أنا أعرضه بين يديكم للدكتور طارق سويدان وكذلك أستاذ فيصة باشرحيل وأنصحكم بقراءتي وهو عبارة عن مجموعة للأمانة يعني مجموعة أربع كتب مع بعضهم تكلم الدكتور طارق سويدان عن عشر تعريفات للثقافة باللغة العربية وعشر تعريفات كذلك باللغة الإنجليزية بس هذا للثقافة ثم استخلص هو جزاو الله خيرا استخلص تعريفات خاصة قد تكون جامع مانعة سهلة بسيطة خلينا نذهب إليها مباشرة يقول الثقافة والثقافة زي ما احكينا هي الفكرة المركزية التي تتكي عليها انتقالات الحضارات فيقول دكتور طارق سويدان وفيصة باشرحيل الثقافة هي مجموع المعارف والقيم الحاكمة للسلوك لحظوا في هذا التعريف نجد أنه فيه ثلاث محاور في محور المعارف أي الداتا يعني إن صحتنا العلوم الموجودة القيم والقيم شو المقصود فيها؟ القيم المقصود فيها هي مجمل الأخلاق المقدرة في هذا المجتمع فإذا كان مجتمع ما مثلا فاسد يقدر فيه مثلا قيمة أن تكون حرامي مثلا أو سارق لا قدر الله فبالتالي أصبحت هذه قيمة مقدرة أو قيمة صادق قيمة مقدرة ألا تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذبه شو معنا يتحر الكذب؟ يعني يصبح منظومة حياته كلها قائمة على قيمة اسمها قيمة الكذب وبالمقابل أن الرجل لا يصدق ويتحرص حتى يكتب عند الله صديقا تصبح عنده قيمة الصدق نعود يقول أن الثقافة هي مجموعة المعارف والقيم الحاكمة للسلوك ما السلوك؟ السلوك هو كل ما يخرج عن الإنسان من قول الأوفع بها البساط فبتالي لو جمعنا مع بعضه سنجد أن مفهوم الثقافة مفهوم يجمع ما بين المعارف والقيم الحاكمة للسلوك لذلك ممكن نستخلص ونقول أن الثقافة هي تنظيم شامل للحياة الإنسانية بكل جوانبها للأفراد على مستوى الفردي أو على مستوى الجماعات والمجتمعات الصغيرة زي الأسرة والعائلات وما إلى ذلك وحتى كذلك على مستوى على مستوى الأمة طب ما هي المفردات التي تتناولها دائماً التنقافة؟ مفردة الجانب الاعتقادي فبتالي الجانب الاعتقادي وما يعتقده الإنسان وما يتصوره الإنسان عن علاقته مع الخالق وعلاقته مع المخلوقات الأخرى هذا جزء مهم جداً البعد الفكري وهو كيف يتعامل مع هذه المخلوقات بناءً على علاقته مع الخالق الجانب السلوكي وذكرناه قبل قليل الجانب الأخلاقي وهو تكرارات السلوكات الجانب الانفعالي وبنتحدث عن جانب الانفعالي يعني قدرة هذا الإنسان على التفاعل الحقيقي مع ما يطلبه منه أو تطلبه منه هذه التقافة وكذلك الجانب الوجداني والطاقة الإيمانية المذخورة داخل هذا الوابع بينما المدنية وهي اللي دائماً نتخربط ما بينها وما بين الثقافة المدنية ما هي؟ هي الأشكال الناتجة عن الحضارة فأي شكل مادي كالمباني والمخترعات وأي شكل معنوي كالأنظمة والفنون والمسرح والشعر والغناء كل هذه هي عبارة عن نتاجات مدنية هذه النتاجات المدنية ليست بالضرورة تنبئ عن حضارة متقدمة بل إنها تنبئ عن وجود حضارة هذه الحضارة ما المقصود بها؟ تعريف الحضارة هو المنهج الفكري للأمة المتشكل بالإنتاج المادي والمعنوي لو لاحظنا هذا التعريف نجد أن هذا التعريف جمع ما بين من ومين؟ جمع ما بين الثقافة وهي المنهج الفكري للأمة واضح وجمع ما بينها وما بين المدنية إذن المفهوم الحضاري هو مفهوم يتكلم عن الثقافة أي المكنون والمعارف والقيم الحاكمة للسلوك ويتكلم كذلك عن المكنون المادي أو المكنون المدني بين هلالين المتشكل في الإنتاجات المادية والمعنوية هذا الكلام يدفعنا أنه نطلع طب لو عملنا هيكة زي ما نسموها مسحة بانورامية يلا كل واحد فينا هيكة ينظر بمسحة أو بمسحة لأنه هذا مصدر هي بمسحة بانورامية يطلع هيك على كل الحضارات التي قرأ عنها أو رآها أو تفاعل معها بسفرة من السفرات أو بحركة من الحركات ماذا يجد؟ يجد عند الاطلاع على أي ثقافة من الثقافات نجد أنها تمثل عدد من المعنويات أو عدد من الخصائص الخاصية الأولى تمثل هوية هذه الأمة وقيمتها الرئيسية فتجد مثلاً أي حضارة من الحضارات تجد أن الهوية واضحة تماماً حيث الثقافة البارزة ونقرأ مثلاً كلنا بيطلع الآن بسبب حالة العولمة كيف أن الثقافة الأمريكية كيف يمكن تدسيدها يا جماعة الخير من حيث النتاج المادي والمعنوي خلنأخذ النتاج المادي الماكدونالدز مثلاً الماكدونالدز وفكرة الفاست فود هذه تنبئ عن ثقافة كيف أنها تتعامل مع الوقت بشكل سريع جداً واحد وتتعامل مع المقدرات بالاستهلاك فتجد أنه يعني كيفية الأكل تدلل كيف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يأكلوا بمعين واحد وأن الكافر يأكلوا بسبعة أمعاء حتى نؤثق المدينة في العالم هي كاليفونيا بسبب الأحجام الضخمة بسبب الفاست فود أو الفاست فود الشغلة ثالثة فكرة الأكل الفردي عن الجمعي وهذا يختلف تماماً عن ثقافتنا العربية كلنا شاهد على أكلة يوم الجمعة أو الأكلات الغدوات العادية أنك تمد إيدك على الصحفة أو تمد إيدك على الأكل وأخوك وأختك والقرايب والحبايب هذه ليس موجودة بهذه الثقافة فبالتالي لاحظوا الثقافة كيف ممكن نجسدناها بنتاج مادي واضح فكرة الفاست فود وماكدونالد وهي ليست دعاية وليست طخ يعني حتى أنه بس إحنا قاعدين نجسد هذه الثقافة لأننا تتكلم عن ثقافة المسخة كلكم من الدارسين باللاجئين الفرسطينيين يعني الكل يعرف هذه الطبخة ويعرف مدى مكنونها النفسي والمعنوي قديش مدى أثارها فهذا شكل من الأشكل إذن الثقافة تتكلم عن الهوية وتتكلم عن القيمة كذلك الثقافة تتكلم عن العنق التاريخي يا جمعة الخير الكل تابع كيف أن الصهينا حاولوا أن يسوقوا الحمص والفلافل في أوروبا على أنها مأكولات صهيونية أو مأكولات يهودية أليس كذلك لماذا فعلوا هذا الموضوع يا جمعة الخير هذه دولة مسخ ليس لها عنق تاريخي دولة أنشأت سنة الثمانية واربعين يعني أبوي الله يرحموا قبل وفاته كان أكبر منها توفق الله السنة الماضية قبل وفاته كان أكبر منها واضح صور طب كيف لها أن تكذب وتتحرى الكذب عبر وسائل الإعلام التي تمتلكها زي سيئن أن ولغيرها يجب عليها أن تبحث عن أي خرم إبرة يثبت أن لها حق في هذه الأرض وما كان لها حق في هذه الأرض فبدأت تعبث حتى وصلت أن تحدث الناس في أوروبا وتعمل معارضة يا جماعة الخير أن الحمص والفلافل هي أكلة يهودية وهي أكلة فلسطينية يعني عميقة في تاريخها كمان نقطة رقم ثلاثة أي ثقافة من ثقافة تدلل على التقدم ومدى التخلف نعم إذا كانت الثقافة تعظم العلماء وتكبرهم هذه ثقافة تدلل على جانب تقدمي إذا وجدتها تجعل المعلمين في آخر الصف وبجوز كلنا تابع بديش أقول عن حالة أن أنا متحيز لأني نقابي ونقابة المعلمين وإشكالياتها بس خلينا نتكلم لما تراجعت قيمة المعلم بعد تسعينات القرن الماضي وبداية الألفنات وجر لما تراجعت قيمة المعلم وأصبح المعلم يأخذ أدنى سلة من الرواتب في الدولة في الحكومي وفي القطاع الخاص أقل ما يمكن أصبح كل الأفذاذ وكل المتميزين من طلابنا ما بيفكر أنه يكون معلم بيفكر أنه يكون إيه؟ اسأل أي طفل من الأطفال بيقولك بيتمنى أن يكون طبيب ليه؟ هل اللابكوت الأبيض له هذا السحر وهذه الهالة؟ لا لا هو الذي حصل أنه إحنا غرسنا بأطفالنا أن الطبيب هو أعلى قيمة من أي شغلة من الشغلة فبالتالي يفكر الأطفال أن يكونوا طبيباً أو لاحظوا مثلاً الدول العسكري تارية اللي بتنشر دائماً صور العسكر وصور المسلحين أو صور الجيش والأمن العام وتمجدهم كثيراً عبر وسائل الإعلام شو اللي بيصير؟ بيصير أطفالها كلهم بفكروا أنه أنا نفسي أكون شرطي أو نفسي أكون مثلاً جندي أو نفسي أكون مع تقديري واحترامي حتى لا يفهم كلامي في خارج إطاره أنا بتكلم الآن كيف أن الثقافة تعزز أو أنها تمجد أو تهين وكيف أن هذه الثقافة تنتشر ما بين الناس فيصبح ولا مؤاخذة يعني لما يجي يتقدم واحد من المعلمين للزواج يقول له أبوها بالله إيش تشتغل يقول له معلم يقول له يعني أحسن من القاعدة مشكلة يا جماعة ليه؟ لأنه أصبحت قيمة المعلم في أدنى درجة بينما لحظوا مثلاً لما سؤل البروفيسور ماليزيا مهاتير محمد لما سؤل عن التجربة الماليزية ومع أنه طبيب يعني أول ما اشتغل في وزارته في ثمانينات القرن الماضي قال مباشرة يجب علي أن أحول الدولة الماليزية من دولة زراعية فقيرة لدولة صناعية متقدمة فوين لازم أضرب؟ ضرب في التعليم فمباشرة قال علي أن أخرج جيلاً من المعلمين قادر على القفز قفزة هائلة في المجتمع الماليزي فعظم المعلمين فأصبحت ماليزيا بعد أقل من عشرين سنة أصبحت من النمور السبع اللي كانت يعني خلينا نقول ذات قوة وعنفها وحتى بعدما تراجعت بسبب عمليات الفساد الموجودة في كل بلداننا العربية والإسلامية وعاد مرة أخرى بعدما أن ناهزت تسعين عاماً من حياته شو عمل؟ يجع مرة ثانية للمربع الأولاني يا التعليم ليه؟ إنسان يمتلئ من داخله بأن العملية التعليمية هي التي تستطيع أن تغير الإنسان زي ما حكينا قبل شوي على العناصر الثلاث التراب والإنسان والوقت الإنسان هو المعضلة الأساسية فكلما استطعت أن تغذيه بثقافة وفكرة مركزية كلما استطعت أن تتقدمها نقطة رقم أربعة تعمل على تحصين المجتمع من التخلف وما يسميه مالك بالنبي في كتابه شروط النهضة القابلية للاستعمار نعم هناك بعض الثقافات تؤكد يعني لما تكلم عن مثلاً أنه من الثقافة الأمثال الشعبية لما تقول حط راسك بين الروس وقول يا قطع الروس لما تقول امشي الحيط الحيط وقول يا رب استيري هذه الثقافة ما الذي ستركزه في عقلك اللواعي أو في عقل أولادك وبناتك ومجتمعك الذي يحيط سترسخ مفهوماً من التخلف والانعزالية والقبول بالظلم والقبول بالسحق وهذه مشكلة فبالتالي نحن نتحدث معكم اليوم بنتاج القراءة مش بالقراءة ذاتها لأنه أكيد الأفاضل من قبل دكتور أبو فروى الرجبي والأستاذة جهاد الرجبي أكيد يتكلم عن مهيط القراءة أنا اليوم قاعد أتكلم عن طموحات القارئ طموحات المثقف علي شريعته وهو أحد المثقفين الإيرانيين كان يقول أن وظيفة المثقف في مجتمعه كوظيفة النبي في قومه في آليات التغيير والنهضة والإصلاح والخصية الخامسة التي أريد كمان أن نعلق عليها بين يديكم أن هذه الثقافة تركز على الكيف لا تركز على الكامل فالثقافة الحقيقية تركز على الكيف بمعنى كيف يمكن أن نفهم أعماق المسائل وليس فقط أن نحشي عقولنا وعقول أطفالنا بحجم من المعلومات الضخمة والكبيرة صليتوا على رسول الله اللهم صلي وسلم وزدوا وبارك عنه هذه بعض الخصائص بالتالي فإن الفكرة المركزية للحضارة والنهضة الإسلامية هي الثقافة الإسلامية المستمدة من القرآن والسنة نعم تتميز ثقافتنا عن غيرها من الثقافات أنها مستندة للمطلق وليس بالنسبة المطلق هو النص القرآني وما بجانبه من السنة النبوية المظاهرة الصحية هذا الإطلاق الضخم الله سبحانه وتعالى بحكينا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولا يتذكروا أولو الألباب ألف لامرا كتاب أنزلناه إليك ليتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صلاة العزيز الحميد كتاب ألف لامرا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدون حكيم خليل نحن كم مرة ذكرت كتاب 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 إذن القرآن الكريم برمزية الكتاب يا أيها القراء بيعطيك رمزية الهضم والتفاعل مع ما وجد في كتاب الله وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تنتقل شيئا عمليا وليس فقط هدا كهد الشعب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الموضوع وأظن أنه هي رواية لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورضاهنا ما قال لا تهض القرآن كهذا الشعر بمعنى ما يكون تفاعلك مع القرآن الكريم لا لا الفكرة مش في القراءة النصية فكرة الدراسة العميقة لذلك الدكتور طرق سودانو في صباشا رحيل في كتابه المتألق صناعة الثقافة يقول الثقافة الإسلامية هو مجموع المعارف لحظه جاب نفس تعريف الثقافة ويأكد على الإسلامية شو قال؟ قال مجموع المعارف والقيم والمعتقدات الإسلامية الحاكمة للسلوك ما الذي يضبط سلوكك وتفاعلك مع هذه البشرية وتفاعلك مع هذا الكون هي معتقداتك الإسلامية لذلك تجد القرآن الكريم مثلا عذرا القرآن الكريم يذكر لنا في سورة الأنعام وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون إذن الذي يضبط سلوكي هو صراط الله المستقيم لذلك الله سبحانه وتعالى إيش حكى لمحمد صلى الله عليه وسلم قال له فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تضغو إنه بما تعمله ما بصير في سورة الشورى فاستقيم كما أمرت ومن تاب معك ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت ليعدل بينكم الله ربنا وربكم لدى أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير إلى آخر الآيات التي تؤكد على فكرة الاستقامة حتى لما الله سبحانه وتعالى أراد أن يصف المؤمنين أنا بتكلم عن الحاكم للسلوك حتى ما تفكرواش إن أنا الشتات الحاكم للسلوك ماذا قال لما وصف المؤمنين قال إن الذين قالوا ربنا الله هذا في الجانب الاعتقادي ثم إيه؟ إيه؟ ثم استقاموا استقاموا يعني إيه؟ ضبطوا سلوكهم شو السلوك إحنا حكينا صحيح؟ قلنا السلوك هو ما يخرج من الإنسان من قول أو فعل إذا تكرر القول أو فعل شو بنسميه في علم التربية؟ الأخلاق إذا هذا الخلق ترسخ شو بنسميه قيمة يلا أعيدها مرة ثانية حتى إنه محدش يقول لنا تحكي بسرعة لأن مشكلة أنا رأيحكي بسرعة السلوك هو ما يخرج من الإنسان من قول أو فعل فإذا هذا القول أو الفعل تكرر أصبح خلقا ذاكرينا ما قلنا وإن الرجل يصدق ويتحرص صدق حتى يكتب عند الله إيه؟ صديق وإن الرجل يكتب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذاب فيصبح إيه؟ يصبح خلقا بسبب التكرار فإذا هذا الخلق أصبح مقدرا ومقدما في مجتمع ما تصبح قيمة طيب السؤال الأبرز كيف استطاعت الثقافة الإسلامية أن تنطلق نحو بناء حضارة ملأت الأرض نورا ورحمة وعدلا كما ملئت قبل ذلك ظلمة وقسوة وظلاما كيف؟ كيف استطاعت الثقافة الإسلامية؟ والثقافة الإسلامية تخيلوا أنه من أول ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا بنفسه وبدينه قال تعالى وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا سورة الأنفال قال تعالى وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُشْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرُجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ويخرج عليه الصلاة والسلام مع صاحبه فيحكينا ربنا عز وجل في صورة التوبة إِلَّا تَنصُرُهُ فَقِدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا تاني اثنين إذ هم في غار إذ يقول لصاحبه بس اثنين تجسد الإسلام كل اثنين في غار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا في هذه اللحظة التاريخية من الخوف والتعب والضنك والألم والجوع بعدها بالتسعين سنة فقط نفتح أوروبا في أقصب عنها ما الذي حصل كيف استطاعت هذه الفكرة المركزية الثقافة الإسلامية أن تنطلق هذا هذا هو يعني إن صح التعبير محور دراسة الأعمق معكم متابعين الكرام والدارسين معنا بذلك أول ما أبدأ به هو كمية وضوح الغاية والرسالة هذا النص الذي نحفظه منذ صغرنا قاله راعي من رعاة المسلمين وهو ربعي بن عامر رضي الله عنه هذا الراعي كان يتمثل الرواية كما يتمثلها قائد المسلمين في تلك اللحظة التاريخية عمر الخطار رضي الله عنه الله ما الذي جعل كل هذا الانضباط بنفس وضوح الله لذلك لما بعثه سعد بن أبي عقاس في معركة القادسية لما بعثه قال يبعث لنا يعني حدا ناقشه مين؟ ده يبعث له أقوى قادة الفرس في تلك اللحظة التاريخية وهو رستم فبدأ رستم يعني يرغي ويزبط وربعي بن عامر قصير القامة نحيفة قلي لطيف سيفه ليس له قراب يعني معنى آخر سيفه كان رابطه بشبيطة يعني ملوش غمد يا جماعة ومع ذلك كان يتكلموا بإزلة الإسلام بسبب وضوح هذه الغاية والرسال ماذا كان يقول؟ يقول لقد ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخر هذا الوضوح الاستثنائي هذا الوضوح الاستثنائي للغاية والرسالة في أبناء الأمة الإسلامية في تلك اللحظة التاريخية جعلهم يسيحون في الأرض يقول الدكتور محمد المختار الشنقيطي في الأزمة الدستورية يقول أنه استطاع المسلمون خلال هذه الفترة أن يجروا عملية قلب مفتوح لكل بلاد الساثانيين اللي هو المقصود فيها إيران الآن حاليا وهي بلاد فارس واستطاعوا أن يستفيدوا مما عندهم من تراث ويستفيدوا مما عندهم من علوم ويصبغوا عليهم ثقافتهم الدينية حتى صدقت نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو كان العلم في الثرية لناله رجال من بني فارس فكان البخاري البخاري ومسلم النيسابوري وكان هؤلاء العظمة الذين حموا بيضة الإسلام الاستراتيجية وهي العلم والمعرفة فترة تاريخية مهمة جدا في حياتنا كمسلم طيب الآن بتكت تتحملوني لأنه بدي أعمل أنا وياكم قراءة بنورامية لمجموعة من النصوص القرآنية وبعض الاستدلالات عليها أولا كيف بدأت رحلة تأسيس هذه الثقافة؟ بدأت الرحلة من ذغار شراء وهمسته القدوسية اقرأ ذاكرين في تلك اللحظة التاريخية حينما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدثه إلا بكلمة واحدة قال له اقرأ فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا بقارئ فيقول النبي فأخذني فغطني حتى كاد تروحي أن تخرج ثم أرسلني فقال لي اقرأ ياه طب ليش هذا المشهد؟ ليش هذه قسوة؟ ليش هذه الضربة؟ جبريل عليه الصلاة والسلام أراد أن يوقظ محمد عليه الصلاة والسلام الذي سيعمل على إيقاظ البشرية كلها فبالتالي مشهد مهم حتى تتبلور التصور الإسلامي في عادة موضوع العلاقة بين الله وبين الإنسان وبين الكون مين أنت أيها الإنسان؟ فقال الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم للقلم علم الإنسان ما لم يعلم وهنا بعض الإشارات سريعة الإشارة الأولى أن الله عز وجل قد أمرنا بالقراءة ابتداء فقال اقرأ وهو هذا أمر غير معتاد أصلا عند العرب العرب لا يكتبه وعدد الذين كانوا يكتبون ويقرؤون في الجزيرة أو بلاش الجزيرة في مكة المكرمة كانوا بعدد أصابع اليد الواحدة يا جمال فإذن هذا واحد وهو فاتحة لمرحلة جديدة من العلم والقراءة ومحور الصراع والتغيير القادم سيكون متكئا على بفهم العلم النقطة رقم اثنين ارتباط القراءة ما قل لك روح اقرأ فقط لا اقرأ باسم ربك الذي خلق فهو المتصرف بهذا الكون بضم ذلك مع ضوابط يجب على الإنسان أن يلتزن بها فبالتالي حينما يقرأ الإنسان باسم ربه الذي خلق سيفهم أنه سيقرأ كتابين سيقرأ كتابين لا كتابا واحد الكتاب الأول هو كتاب الله المنظور لذلك تجد أن القرآن الكريم يعج بالحديث عن ملكوت الله عز وجل يقول أحد العلماء قال أن عدد الآيات التي تتناول فكرة التفكر في خلق الله عز وجل في القرآن الكريم أكثر من ألفين آية يعني ثلث القرآن الكريم يتحدث في كتاب الله المنظور والكتاب الثاني هو كتاب الله المسطور كتاب الله الهداية اللي سينزل بين يديك يا محمد وسينتشر وسيكون يعني خلي نقول ضابط أساسي لك ولأتباعك نقطة رقم ثلاث التأكيد على أن الإنسان خلق من إيه؟ من علق وتؤكد على فكرة أن أيها الإنسان المتجبر المتغطبس اللي أنت شاهد حالك ويأرض اشتدي مع عليك يدي إنما أنت متعلق ابتداء في جدار رحم أمك حينما كنت صغيرا وستبقى متعلقا في أي سبب من الأسباب حتى تنزل إلى قبلك مرة مرة فأنت لا تستطيع أن تكون مكتفيا بذاتك لذلك الله سبحانه وتعالى في نفس السؤال قال كلا إن الإنسان لا يطغى متى يطغى الإنسان؟ حينما ينسى نفسه أنه إنسان متعلق كلا إن الإنسان لا يطغى أن رأاه استغنى أول ما بيشعر أنه استغنى لذلك الله سبحانه وتعالى يكسر هذه الأنفة حينما قال إن إلى ربك إيه؟ إن إلى ربك الرجع كذلك التأكيد على أن القراءة هي دالة وهي الدالة على قدرة التعلم لما قال له إيه؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم إذن أنت لن تقرأ فقط أنت ستتعلم وهذه نقطة مهمة جدا هي محور تكريم الله عز وجل للإنسان فالإنسان هو المخلوق البيولوجي القادر على العلم والتعلم وهذه نقطة مهمة جدا ثم قال الله عز وجل علم الإنسان ما لم يعلم وهي إشارة منه جل جلاله على أنه هو المعلم ابتداء المرحلة الثانية كانت محطة القلم والتدوين أقسم الله عز وجل بنون وهي الحرف والقلم وهي أداة الكتابة وما يصطرون وهي النتاج سمحونا شوي على التحليلات القرآنية بس إيش حتى ندفع أنفسنا دفعا نحو هذا الفهم صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم شو بقول سيد قطب في كتاب في ظلال القرآن يقول هذه حلقة من المنهج الإلهي لتربية هذه الأمة وإعدادها للقيام بالدور الكوني الضخم الذي قدره لها في علمه المكنون منوها بقيبة الكتابة ومعظما لشأنها لتقوم بنقل هذه العقيدة ومنهجها في الحياة إلى أرجاء الأرض ولتنهض بقيادة البشرية قيادة رشيدة إذن لن يكون هذه القيادة إلا بالعلم لن تكون هذه القيادة إلا بالعلم ولن يكون العلم علما هامشيا ساذجا بسيطا إنما هو علم ثقيل يقسم الله عز وجل به بقوله تعالى نون والقلم وما يصطرون قصة آدم عليه الصلاة والسلام وقصة آدم عليه الصلاة والسلام ذكرت في القرآن الكريم سبع مرات في سبع صور من القرآن الكريم قصة آدم هي أحد أهم الأسرار التي تناولت موضوع العلم والمعرفة والثقافة حيث أن الله سبحانه وتعالى في البداية أكد على فكرة إيش أكدنا على فكرة غاية وجودنا حيث قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فغاية وجودك أنك خليفة الله عز وجل وتزدامينك في خليفة الله عز وجل على الأرض أي أنك تعمر هذه الأرض وفق ما يريد هو جل جلاله إذن في عندك محورين محور علاقة معه جل جلاله وهي التي سماها العبادة حيث قال وما خلقت الجن والإنسان إني لا يعبدون وعلاقة مع هذا الكون الذي خلقه الله عز وجل لك قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا الآيات القبلة ثم استوى إلى السماية فصوه هنا سبع سماوات وهو بكل شيء عليم فبالتالي أنت مطلوب منك أن تعمر هذه الأرض وفق ما يريد فبالتالي أنت محشور أو موصوف بين محورين عبادة وعمارة عبادة وعمارة نحظ أن الملائكة عليهم السلام كان لهم سؤال ما بدأ سميه سؤال استنكاري هو سؤال استفهامي لأنه يعني علموا وفهموا كما نفهم نحن وإياكم أن هذه الوظيفة الضخمة هذه الوظيفة الضخمة اللي مطلوب من هذا الإنسان أن يكون خليفة الله عز وجل على الأرض تحتاجة محتاجة من مختضيات أن ينتلك حرية اختيار وحرية الاختيار معناها قد يتماهى مع هذه الإرادة الربانية فأن يكون عبدا لله عامرا للأرض وقد يكون مفسدا فبتالي حيصير في صراع الإرادات فمباشرة الملائكة سألوا يا رب أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء حيصير في صراع إرادات حتى لو كان ما بين مؤمنين وكفار في النهاية في صراع إرادات وصفك للدماء وفساد والله سبحانه وتعالى أنت ما خلقت الدنيا لأجل الفساد ثم أومأ ولداتهم حتى يقولوا أنه يا رب إن كنت تريد عبادا وهو المحور الأولاني محور العبادة ومحور الثاني العمار إن كنت تريد عبادا نحن موجودين نحن نصبح بحمدك ونقدس لك الله عز وجل لم يستنكر عليهم هذا السؤال إنما أجابهم قال إني أعلم ما لا تعلم ثم أجابهم عمليا كيف أجابهم عمليا بأنه عرض آدم عليه الصلاة والسلام لأول تجربة وهي تجربة العلم والتعلم وكأنه يومئ عليه جل جلاله وتخدس الأسماء على أن الحل القدسي الذي وضع بين يدي آدم لحل مشكلاته المستقبلية الناجمة عن صراع الإرادات والحرية هي العلم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة لذلك آخر الآيات حينما نزل آدم قلنا هبطوا منها جميعا بعضكم لبعضهم عدو فإما يأتي أنكم مني هدى شو الهدى العلم والتعلم آيات عظيمات من آيات القرآن الكريم وصفها النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت عليه فقال ويل لمن قرأها ولم يتفكر بها وهي آيات خواتيم سورة آل عمران حيث قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهاري لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيامه وقعوده على جنوبه عند إمعان النظر في وصف الخالق لما وصف أن هذا الخلق كله مخلوق لمين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهاري لآيات للمين لأولي الألباب من أولي الألباب؟ نحن دائما بالروح نقتصد يعني أولي العقول النيرة لا يا حبيبي إنما هؤلاء أولي الألباب موصوفين في القرآن الكريم بدنا نروح الوصف في القرآن الكريم فكنا بنقول عند إمعان النظر في وصف الخالق جل جلاله لأولي الألباب التي جعل لهم كتابان للقراءة ذكرناه ما قبل قليل كتاب الله المسطور وهو القرآن الكريم لما قال عنه في رق منشور ذكر يعني وكتاب الله المنظور وهو صفحات هذا الكون قال وصفهم بأنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات لاحظوا الصفتين فيهم واحد فعل مضارع والفعل المضارع في اللغة يعني الاستمرارية فهم لم يذكروا الله سابقا فقط لا ما زالوا يذكرون الله لاحظ ولم يتفكروا سابقا فقط لا ما زالوا يتفكرون إذن عملية الذكر وعملية التفكر هي عمليتين مستمرتين ماداما موجودان في الأرض هذا واحد اثنين الذكر لم يكن ذكرا فرديا وإنما ذكرا جمعيا يعني بمعنى آخر هناك أمة ستذكر الله عز وجل في أحوالها وتصرفاتها وأشكالها وألوانها وترتيباتها وأعتقداتها وعاداتها وتقاليدها وتفاعلها مع الآخرين يذكرون في الجمعي لاحظوا ويتفكرون كمان في الجمعي أي أن الأمة بمجملها سيتحمل مسؤولية العلم والتعلم وتقديم كل ما سيكون ذاخرا وزاخرا لها ولكل البشرين لاحظوا كذلك أن الله عز وجل قال ليذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم بمعنى حال من التبدل الصفات والتبدل للأحوال لم تبدل الغاية وهي غاية الذكر يعني معنى آخر هو يذكر الله واقفا وقاعدا وعلى جنبه أو خلين نقول ويذكر الله عز وجل في معمله وفي مصنعه وفي مدرسته وفي جامعته وفي سوقه وفي طريق وفي مخبئه وهو يجهز نفسه لانقضاض على أعداء الله وغيرها 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 من الأماكن لذلك ما النتيجة التي كانت موجودة؟ قال تعالى فكانت النتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار حال من التوازن والجمع الحقيقي بين العبادة والعمارة أدت إلى توازن بين مفهوم الدنيا والآخرة وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا واضح؟ ثلين توازن ما بين الفردية الأنانية والجمعية العامة وتوازن الحقيقي بين تأليه الله وما بين احترام وتكريم الإنسان فالإنسان يريد من خلال الفلسفات الحديثة يريد مركزية الإنسان وتأليه ذاته والله عز وجل يريد أن يكسر هذا الموضوع طيب لو رحنا كيف نظر القرآن الكريم إلى موضوع الخلافات خاصة أنه ليس كل الكون سيؤمن قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما أكثر الناس إذن مفهوم مخالفة أقل الناس هم المؤمنين أليس كذلك؟ بل بذلك عند الخلافات ماذا نعمل؟ انظر إلى استراتيجية القرآن الكريم في وصف هذه الثقافة أنتوا لاحظتم معي في البنوراما التي أنا قاعد أعملها مع حضراتكم؟ أنا أجيب من نفس النص القرآني حتى نعلم أن ثقافتنا ومستندها الثقافي ومستندها العميق هو قايم على هذه المعاة أقر القرآن الكريم وجود الاختلاف بين الناس بل جعل ذلك من أهداف خلقهم على هذه الشكلة حيث قال الله عز وجل صورة هود ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة مش كان قادر ربنا عز وجل أن يعودهم كلهم ولا يزالون مختلفين إذن الله عز وجل جعل هذا الأمر من طبيعة خلقهم إذن قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فكل من رحم الله عز وجل سيتجمعون وتقل فيهم الخلافات ولكن كم حجمهم إلا من رحم ربك؟ قال تعالى في آية أخرى وقليل من عبادي الشكور انكمل انكمل إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم لذلك أشار القرآن الكريم مرة أخرى أشار إلى أن هذا الاختلاف هو سر من أسرار الفتنة والبلاء ما بين أهل الحق وما بين أهل بعض قال تعالى وما رسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم يأكلون طعام ويمشون في الأسواق سورة الفرقان ثم قال وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةٌ إذن الغني فتنة للفقير كما يقول الشيخ شعراوي رحمهما الفقير فتنة للغني والغني فتنة للفقير والجميل فتنة للقبيح والقبيح فتنة للجميل وكل الاختلافات هذه كلها فتنة بس ما المطلوب كمبل الآية قال وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً شوف الآية أتصبرون؟ وهذا سؤال تحفيزي أي أن الله عز وجل يريد من ديناميكية فعلك أيها الإنسان المسلم أن تصبر لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شو قال قال خير الناس فانخالط الناس وصبر على أذاهم عليه الصلاة والسلام المحور الثالث وموضوع الخلافات أتأكد القرآن الكريم على أن ديناميكية الحياة هي قائمة على تدافع الحضرة ولا أقول سراع الحضرة احتراما للنص القرآني التدافع اثنين التدافع لا يلغي الآخر إنما هي السراع إرادات بمعنى أنه أنا أتقدم وأنت تتقهقر وأنت تتقدم وأنا أتقهقر لذلك الله عز وجل قال في آية ثانية وَتَلْكَ الْأَيَامُ نُدَاوِلُهَا بِينَ الْنَّاسِ ما قالوا أنه داوله بين المؤمنين والكافرين بين الناس بمعنى أن المؤمن والكافر سينطحن طحنا بهذه السنة إلا يتفاعل معها تفاعلا إيجابيا لذلك ماذا قال تعالى وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضُ سورة البقرة لَفَسَدَتْهِ الْأَرْضِ ياه لو لا هذا التدافع لما حصل هذا العمران لما اخترعت بعض الاختراعات لما أنتجت بعض الانتياجات لما قدمت بعض الافكار لما بنيت كل هذه الافكار أقولكم برجع مرة ثانية أرنولد تومبي بيحكي في نظرية التحدي والاستجابة أنه ما في أمة من الأمم تريد أن تنهض بنفسها إلا أن أمامها مجموعة من التحديات يجب أن تتعدى عدم وجود هذه التحديات سيفسد الناس كما قال تعالى وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بَعْضُ وَهُوْ شَكْلِ مَأَشْكَالِ التحديات هل يحترم القرآن الكريم وهل تحترم ثقافتكم أيها المسلمون هل تحترم هذه الثقافة الخصوصية الحضارية بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب نعم هناك خصوصية حضارية قدرها القرآن الكريم حيث قال قال الله عز وجل يَوْ أيها الناس إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله سنجد هنا ثلاث أفكار رئيسية وفي أفكار طبعا كثيرة الفكرة الرئيسية الأولى أقر القرآن الكريم الخصوصية الحضارية لكل الناس ولحظوا أن الخطاب يا أيها الناس ما قال يا أيها الذين آمنوا واضح؟ وهذا من خطابات القرآن الكريم مع البشرية جمعا ولو جمعناها سنجد أن القرآن له خطابات مميزة مع الناس بقوله يا أيها الناس اثنين جعل مقدار التفاضل ما بين الناس هو التقوى ومفهوم التقوى إذا عكسنا حضاريا سنجد أنه منظومة أخلاق وسلوك معلوي وناتج ما دي نافع إذن تريد أن تتفاضل على الآخرين لحظوا أن الله سبحانه وتعالى رفض من اليهود حينما قالوا نحن أبناء الله وأحباه وسأله وناقشهم قل فلما يعذبكم بدنوبكم بل أنتم بشر من من خلق إذن الله عز وجل ما عنده انصح التعبير خياره فقوس ولله المثل أعلى والأسمى والأرض فالله عز وجل لا يقدم أحدا لسواد عينيه إنما لفعله على الأرض لذلك لما قال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وعلى العالمين اقرأ سيارهم في القرآن الكريم ستجد أنهم قد قدموا فالله عز وجل لا يقدم إلا من قدم نرجع مرة ثانية إلى مقدار التفاضل بمعنى التقوى وإذا حولنا مفهوم التقوى وهي العلاقة بينه وبين الله عز وجل المنعكسة في أداءات عملية حولنا لمفهوم حضاري سنجد أنه منظومة أخلاق وسلوك معلوي وناتج مالدي ما هي وسيلة التواصل مع الآخرين القتال لا طبعا من وين إحنا جبنا أنه الأصل علاقتنا مع كل البشرية أن نقاتلهم لا طب آية السيف يا جماعة خير آية السيف هي آية أمام ترسانة ضخمة جدا من الآيات التي تتحدث عن طبيعة علاقتنا مع الآخر وآية سيف جاءت بمن قاتلنا وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين عذرا وقتلوهم حيث تقفتموه واخرجوه من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل فبالتالي نحن ندافع عن ذاتيتنا ندافع عن قيمنا ندافع عن أخلاقنا ما الذي يدفعنا الآن أن نقاتل الكائن الصهيوني إلا أنهم شذاذ آفاق جاءوا من كل البلدان وغرسوا غرسهم القميء السيء في أرضنا ثم يقولون تعايشوا معهم وترطبعوا معهم أو كيف لنا أن نفكر تفكيرا بسيطا بأن هؤلاء شذاذ الآفاق مضطرين أننا نتعاون معهم أبدا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في دين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم طب المقابل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم أن الله يحب المتقين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في دين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على أخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدقهم الظالمين فإذن وسيلة نشر الثقافات هي التعارف مش التطاحن التعارف طيب كيف ينظر القرآن الكريم للصراعات الدولية وللواقع الدولي ناقش القرآن الكريم صراع العسكري بين القوتين العظيمتين في تلك اللحظة التاريخية فارس والروم في قوله تعالى ألف لامين غلبت الروم في أدن الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنة هذه الحادثة ما كانت حادثة استثنائية إذا ما هي حادثة قوة دولية وكأنك يا محمد يجب عليك أن تقرأ واقعك الاستراتيجي بأبعاده مش فقط في البعد المحلي لا وفي عندك البعد الإقليم وفي عندك البعد الدولي فبالتالي يجب أن يكون لك عين هناك حتى تفهم كيف تدار الأمم هذا جانب وريد أن أذهب كثير بالاستراتيجية خلينا أذهب بالجانب تاعنا له الثقافي أظهر القرآن الكريم أن هذا الصراع مقدم لنصر الله عز وجل للمؤمنين فقالت تعالى وعد وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون بعدين حكا أن يعلمون لاحظوا تركيب الآية قال تعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ما الذي حصل؟ القرآن الكريم يؤكد على أن للعلم درجات درجة هي الظاهر من الحياة الدنيا وهو كل المعركة اللي أنت قاعد بتشوفها الآن وتطاحن المختبرات وتطاحن المعامل وتطاحن المصانع وتطاحن الدراسات الإلكترونية كل هذا التطاحن هو وصفه القرآن الكريم ظاهرا من الحياة الدنيا من التبعيدية ومن الجنسية يعني ظاهر من الحياة الدنيا وهو بضع الحياة الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم إيه؟ هم غافلون وهنا مشكلة فكرة فهم علم الغيب أو فهم علم الله عز وجل وطبيعة علاقتك مع الله الضابطة لسلوكك في هذه الدنيا لذلك مباشرة تجد القرآن الكريم مالو قال لك أولا ما يتفكروا في أنفسهم؟ الذي يتفكر في نفسه يعلم أن هذه النفس ستزول يوم المليا وإذا زالت معناه انتهت؟ لا ستنتقل إلى مرحلة ثانية لذلك جاءت الآيات كالصاعقة على العبثية التي تسير عليها البشرية ووجوب أن تقف عندها بدلالة أهمية التفكر قال تعالى أو لم يتفكروا في أنفسهم؟ ما خلق الله سماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثير من الناس بلقاء ربهم كافرون أولا ما يصيروا في الأرض إلى آخر الآيات في صورة أرض طيب هل يمكن أن يستخدم العلم والمعرفة كأدات قوة نعبد الناس لذواتنا؟ حذر القرآن الكريم من هذا الموضوع قال تعالى ما كان لبشر لاحظوا كلمة بشر تفتح لك أفق أي بشرين في هذه الأرض صالحا كان نبيا كان عالما كان أيا كان لاحظوا ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أتيت الكتاب وأتيت الحكم وأتيت النبوة ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله ما كان لا يقبل الله عز وجل هذا الفعل ولا يرضى به ولا يرضى أن يكون واحد من المؤسسات الغريبة والأفكار السلبية الموجودة في بعض أفكارنا ومنظوم التفكير لا 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 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس يكونوا عبادا لي من دون الله ولكن ولكن هاي الاستدراكية التي تنفي ما قبلها وتثبت ما بعدها ولكن يعني اشتبت اللي قبل تثبت اللي بعد كونوا ربانيين وازدامين لقف ربانيين ربانيين أي أنكم مرتبطين بالرب جل جلاله واختار ربانيين لأن الرب من معانيها التربية الله 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 على النص القرآني الجميل الذي نتفيض لأنه نحن وإياكم بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بيش بيش يا رب البي الملتسقة هاي بيسموه بيه بالذي بما يعني ما كنتم بالذي كنتم بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون نحظو القرآن الكريم تكلم هنا عن حالة تفاعلية لابنسميها هنا في مصطلحاتنا التعليمية التعلمية هيك بيسموها في مصطلحات التربية التعليمية التعلمية التعليمية التعلمية وصفها في القرآن الكريم ولكن بما كنتم تعلمون الكتابة التعلمية وبما كنتم تدرسون التعلمية فبالتالي أنت تتعلم فتأخذ هذا العلم وتنام عليه لا طابعا بدك تتحرك وتنشره بين الناس طيب اللي بعدها اللي بعدها الله سبحانه وتعالى بيحلمنا قضية مهمة جدا وهي فكرة الاستبداد الاستبداد بقوة هذا العلم نحن حكينا قبل شوي تعبيد الناس بالعلم هنا استعبادهم وإخراجهم واحتلالهم الله سبحانه وتعالى بيعلمنا من خلال استعراضنا للقرآن الكريم تجارب الأمم التي عاشت تحت وطأة العبودية ووجحينها إن كان من أبنائها المستبدين أو من غيرها من المحتلين مؤكدا على أن أول دواعي الهزيمة هي الجهل بحقائق النوم وانظر معي سريعا يعني الثلاث أمثلة المثال الأولاني مثال فرعون فرعون ادعى الألوهية واعتمد في ادعاء للألوهية تجهيل قومه فماذا قال الله عز وجل عنه في سورة الزخرف؟ قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسق إذن ابتداء استخفافوا بهذا القوم وتفريغوا لمنظومة العلم والتعليم في هذا القوم لدرجة أنهم يعتقدون في لحظة من اللحظات أنه ابن الرب أو أنه الرب وأنه سيذهب إلى قبره اللي هو الهرم هذا بحيث أن يعيش فيه حياة أبدية هذا قمة الجهل هذا لا يتأتى إلا إذا كانوا قوما فاسقين لذلك بقول أهل التفسير الإمام سيد القطب رحمه الله واستخفاف الطغاة للجماهير لا غرابة لهم فهم يعزلونهم أولا عن كل سبول المعرفة ويحجبون عنهم الحقائق ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات ليسهل استخفافهم ويلين قيادهم ولا يملك الطاغية ذلك إلا وهم فاسقون عن طريق الله فهذا أول نموذج فهذا نموذج الحديد والنار ولكن فيه استخفاف ابتداء وعزل الناس عن المعرفة خذ المثال الثاني وهو ادعاء العلم المعرفة مثال السامري ما الذي حصل في السامري السامري تناعب بالعقول من خلال الدهب ذكرين لما خرجوا بني إسرائيل خرجوا قالوا ما حملنا قالوا ما أخلفنا باوعيدك بملكنا صرطها ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم سرقوا أخذوا هذا الدهب كاملا فكيف بدوا يتفاعل معه السامري كيف بدوا يشترك هذا الدهب على مرأة من الناس ومسمع أراد أن يخلق لهم من حلي المصريات المسروق أراد أن يختار لهم جسدا أو خلن نقول إلها مجسدا لأن فكرة الإله المجسد أسهل للعقول السادجة البسيطة المجهلة التي لا تعرف والتي لا تملك عناصر المعرفة سهل أنك تضحك عليها لذلك شو صار فأخرج لهم إله الدهب المعبود في نفوسهم لهو الدهب أصلا واختر أن يكون عجلا جسدا له خوار فقال هذا إلهكم وإله موسى يا طب موسى وين موجود ما هو طرع إلى ربه لو يلاق الله ثلاثين ليلة فأتمنها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة صح؟ فذهب موسى عنه شوف حتى قل يعني أو زاد استخفافه بهم لدرجة أن قال هذا إلهكم وإله موسى فنسي يعني نسي موسى بدل ما هو راح هناك دور على ربه هي ربه عنا لا حول ربه فكيف جاء موسى فكيف جاء موسى عليه السلام يعالج عالج بقوة العلم والمعرفة إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما صورة صورة الله المثال الثالث والأخير من أمثلة الطغيان هذه ذو القرنين ذو القرنين نعم ذو القرنين الذي ساحف الأرض مشرق الأرض ومغرب الشمس ومطلع الشمس ثم ذهب إلى بين السدين شو اللي شاف هناك وجد من دونهما قوما شوف الوصف القرآني لا يكادون يفقهون قولا كيف يعني لا يكادون يفقهون قولا بعدين قالوا آه إذن هنا لا يكادون يفقهون قولا يفقهون بمعنى يفهمون الفهم الدقيق مستلح كلمة فقه باللغة الفهم الدقيق آه معنى هذا الكلام هذا المجتمع يعج بالجهل ولاحظوا أنه أي مجتمع يعج بالجهل يعج بالاستبداد والظلم لذلك مباشرة هذا المجتمع يعج بالجهل وفي نفس الوقت مليء بالثروات فنظرت إليه قبيلتين الهمجييتين يأجوج ومأجوج باتجاه إيش باتجاه السلب شو قالوا قالوا يا ذا القرآني إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض نحن ما يمنا دخل إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا نحظو التفكير الابتدائي مباشرة مشو راك نعطيك بصاري شو راك نعطيك مقدراتنا يا حينما يذهب التراب في الإنسان المهزوم يصبح وقت ليس له معنا لسابنا في نظرية مين تنسوش نظرية مالك بالنبي فذو القرنين قالوا له فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة لاحظوا هنا المثقف المؤمن ذو القرنين وهو حاكم وملك قال الله عز وجل إن مكننا له في الأرض ويأتيناهم كل شيء سببا فاتوا على سببا قال ما مكنني فيه ربي خير أنا المقدرات الموجودة عندي تمام بس أنا بدي منكم شغلة جديدة فاعينوني بقوة يعني هي قوة اعطوني مورد أنتم مش من تبهيله اسم الإنسان فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجل بعدين شو قال آتوني زوبار الحديد زوبار الحديد اللي هي هي الحديد الموجود في باطن الأرض فبالتالي هو استفاد من المقدرات المادية واستفادها من الإنسان شو اللي ظل ظل موضوع الوقت والوقت كان موجود إنهم بدهم يحبوا حالهم من نين من يأجوج ومأجود طب الفكرة المركزية الفكرة المركزية نريد أن نحمي أنفسنا من يأجوج ومأجود طب ما هو الظرف المحفز وجود القرنين نفسه بني آدم عنده خطة استراتيجية لبناء السد قال ما مكنني فيه يا ربي خير فاعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجل آتوني زوبار الحديد حتى إذا ساوا بين الصدفين قدم فخوا حتى نهاية الآية لذلك كل الحجد القرآن اللي حشدت بين أيديكم يسألنا أسئلة مهمة جدا كيف انتقل العرب من البداوة إلى الحضارة كيف انتقل الغرب من عصر الظلمات إلى عصر التنوير كيف يمكننا نحن مرة أخرى استعادة زمام النهضة والوصول إلى أستاذية العالم لم يكون هذا كلام إلا بالعلم والمعرفة لذلك لماذا نحن نحتاج العلم والتعلم مدى الحياة واحد كلما زادت المعارف اتسعت المناطق المجهولة في الدين وكلما تطور العلم تقادم الموجود أو قصدي تقادم الموجود بمعنى أنه صار متخلفا فكل اليوم انت تعرفت على معلومة أصبحت المعلومة السابقة ما لها تتقادم لذلك كانوا يقولون من لا يتقدم يتقادم السبب الثاني في عصرنا الحالي والمستقبلي فرص العمل والتغيير والتأثير هي متعلقة كلها بعالم المعرفة والآن صار في عنا ثروات تقوم على الداتا جماعة الخير الآن فيسبوك مثلا كمثال لما طلعت الفضايح قبل فترة لما انبعت مجموعة من المعلومات بس إلى شركات التجسسية بمليارات الديناني شو اشتروا هذولا؟ معلومات فما الذي يباعه ويشتر الآن؟ معلومات ما الذي يؤثر في طبيعة العلاقات؟ معلومات الداتا أو بيك داتا بسمهم المعلومات الضخمة هي نقطة استراتيجية ومركزية في عالم العمل الذي يعيشونه وآخر سبب من الأسباب أنتبه جيدا للوقت آخر سبب من الأسباب ضعف القدرة على التعلم وضعف القدرة على التعلم يتسبب بضعف في القدرة على فهم الحياة عموما وفهم الإسلام يا جماعة الخير النقطة رقم ثلاثة آسف عدناها كنا نقول التخلف هو سبب الرئيسي لعدم القدرة على فهم الإسلام بصوره الشاملة التخلف بيخلي بعض مظاهر الزهد وبعض مظاهر التصوف تأخذ منحا أكبر من حجمه في الإسلام فبيصير عندنا الإسلام هو مقتنم بالنطنطة أو مقتنم بحشر نفسك في زاوية واعتزال الناس كلهم وهذا ليس الإسلام والأخير الرابع عذرا ضعف القدرة على التعلم يسبب ضعفا عاما في القدرة على فهم الحياة وديناميكيتها بنكون هيك أنهينا المحور الأولاني وأنا آسف على الإطالة لأن المحور الأولاني هو محور استراتيجي ومهم جدا بقية المحور هي أخف وألطف وأسهل طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه وسلم عدنا إليكم مستمعين الكرام لاستكمال ما بدأناه قبل الفاصل إحنا وصلنا آخر شيء لماذا نحتاج العلم والتعلم مدى الحياة وحكينا أنه كلما زادت المعارف اتسعت المناطق المجهولة اتنين عصرنا الحالي والمستقبلي هو عصر العولمة والمعرفة النقطة رقم ثلاثة التخلف سبب رئيسي في عدم فهمنا للإسلام وكثير من القضايا المرتبطة في الإسلام الشمولي وأخيرا بعف القدرة على التعلم سيسبب لنا عدم فهم عام لديناميكية الحياة وبعدين إيش نصل إلى حد الكفران بهذه الحياة إما كفر اعتقادي أو كفر معنوي أو حتى كذلك كفر جسدي يؤدي إلى الانتحار مش موضوعنا يعني لعله في لقاءات أخرى طيب المحور الثاني حتى النصة العبيرة تقول لي يلا يعني شهد بسم الله الرحمن الرحيم المحور الثاني القراءة واللغة وعلاقتهما بالحضارة ابتداء اللغة هي ويعاء الثقافة فبالتالي أنت لن تستطيع أن تنقل أي معرفة من معارفك وأي معتقد من معتقداتك إلا من خلال الكلمة وانظر معي كيف قال الله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي وكلها كل حين بإذنه بإذن ربها نكمل الآية ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة إذن الكلمة هي محور فإيماننا بكلمة وكفرنا بكلمة زواجنا بكلمة ولا قدر الله طلقنا بكلمة بيوعنا بكلمة وفرقها بكلمة كل حركتنا هي إبارة عن كلمات لذلك اللغة هي وعاء الثقافة ويصعب إخوان الكرام وأخوات الكريمات طبعا يصعب انتقال الثقافة ثقافة ما من مكان إلى آخر دون أن تصحب لغتها الأصلية أو إذا بدوا يتم عملية ترجمة تكون ترجمة مناسبة تراعي الفروق بين اللغات وتحمل ما وراء الكلمات لأنه يعني إن صح التعبير مرات بتلاقي ترجمة معينة مثلا لنص قرآدي أو ترجمة معينة لمثل شعبي من أمثالنا هناك أعماق في أمثلتنا هناك أعماق في نوادرنا ونكاتنا هناك أعماق من خلال هذه اللغة في حين إعادة نقلها إلى لغة ثانية مباشرة تفقد ثلثي إذا ما حكناش ثلاثة أربعة ثلثي طاقتها النفسية والوجدانية فبالتالي اللغة هي أساس لا يتجزى لذلك ماذا تحمل اللغة في جانباتها اللغة تحمل تاريخ والذي يقرأ من المعلقات التي كانت ما قبل الجاهلية أو ما قبل ذلك من بعض التراكيب اللغوية أو ما بعد ذلك من تراكيب اللغوية ستجد أن هذه التراكيب اللغوية كان أساسها اللغة واللغة قد حملت التاريخ معها لذلك ما زلنا إلى الآن يعني نتلذذ بقراءة شعر مثلاً المتنبي كما يقول صديقي وأخي وحبيبي وأستاذي الدكتور أيمن لعتوم يعني كان يتحدى يقول لو كان أي واحد في العالم العربي يحفظ بيتين شعر أحدهما للمتنبي وإذا كان مش حفظ لبيت شعر فوى للمتنبي يعني دلالة على قديش أنه المتنبي كان قوية اللغة وحاضرة الذهنية وقديش إحنا ما زلنا نستدل بشعره وقديش أن الشعر يعني قضية مهمة جداً في التاريخ من بين ما تحمله اللغة العادات والتقاليد يا جماعة الخير كثير من العادات والتقاليد هي مرتبطة في كلمات ولغات وكيف تنقل الأم لابنتها العادات والتقاليد وكيف ينقل الأب لأولاده العادات والتقاليد يتم نقلها من خلال هذه اللغة ويحمله وكلنا نذاكرين مثلاً القصة الرمزية التي تتكلم عن الذي جمع أعواداً فقال لأولاده كسروهم فما كسروهم مش بعدين اكسر كل واحد فيهم فكيف إذا تجمعوا يعني إذا تجمعنا وقفنا ولم نستطع أن نكسر هذه القيمة وهذه العادة والتقاليد هذا انتقل إلينا عبر إيش؟ عبر اللغة بل الأمثال الشعبية واللي بيجلس مع بعض الكبار في السن لهم كل الاحترام والتقدير وخاصة اللي عندهم ثروة معرفية في هذه العادات أو في هذه الأمثال سيد شيئاً عجيباً كيف؟ الأفراح والأطراح وبعض الغناني القديمة أقولكم حتى مرات لما تسمع بعض الأغاني وبعض الأهازيج وبعض الكلمات تعرف قديش ماذا أثرها في الفرحة أو في الترح المعتقدات بل حتى الأساطير مرات تنتقل عبر اللغات قصص الأبقال بل حتى القواعد إن كانت من نحو أو صرف أو بلاغة وصدق الله عز وجل حيث قال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لمين؟ للعالمين مش للعالمين للعالمين أي أصحاب العقول العلمية هي التي تفهم هذا الاختلاف هذه الاختلافات من نعم الله عز وجل على الإنسان نعمة التبيان نعمة إيه؟ نعمة التبيان لاحظوا معي الأكارم الكرام والكريمات الفضليات فيما قاله الله تعالى ابتداء في سورة الرحمن الله عز وجل قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان تفضلوا بهذه النعمة التي وصفها الله عز وجل بأنها رحمة ابتداءا جاءت من لدنه الرحمن فهذا الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه علم القرآن ولأجل تعليم القرآن كما يقول الشيخ الشعراوي خلق الإنسان فخلق الإنسان جاء لكي يتعلم أيه؟ لكي يتعلم القرآن ثم علمه البيان والبيان ما المقصود به؟ البقصود فيها هي القدرة على التوضيح والقدرة على التبيان ولا يقدر الإنسان على التبيان إلا من خلال إيه؟ إلا من خلال اللغة لذلك الله سبحانه وتعالى قال لنا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليه؟ شفتوا اللام التعليلي هاي؟ لماذا؟ ليبين لهم إذن فكرة التبيين هي وظيفة استراتيجية من وظائف اللغة وهي وظيفة طبعا استراتيجية للنبي الداعية فالنبي الداعية عليهما صلى الله عليه وسلم أجمعين النبي الداعية من وظيفته تبيان وهذا التبيان لا يتأتى إلا من خلال إيه؟ إلا من خلال هذه اللغة لو سألنا أنفسنا سؤال ما الحكمة الربانية من اختيار الله عز وجل للغة العربية لتكون وعاءة للقرآن الكريم؟ سؤال صح؟ خلينا هيك نفكر فيه لمدة عشر ثواني خاصة يا جماعة الخير أنه الأمر هذا الأمر بأن القرآن ذكر عربيا 11 مرة سريعا حتى لا أطيل عليكم قال تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صورة يوسف قال تعالى في صورة الرعد وكذلك أنزلناه حكما عربيا في صورة طه وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى في صورة الزمر قال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون في صورة فصلت كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون في صورة الشورى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا في صورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في صورة الأحقاف وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا في صورة النحل وهذا لسان عربي مبين قصدوا عن القرآن الكريم آية رقم 11 في صورة شعراء قال تعالى بلسان لما قال إنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك اللي تكون من المنذيرين بلسان عربي مبين هاي قد صاروا عشرة ثم الحادي عشر حينما كانوا يناقشوا الذين كفروا يناقشوا النبي أعجمي وعربي عقزهم عن القرآن قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء 11 مرة يا جماعة الخير يذكر اللغة القرآن الكريم يذكر أن هذا القرآن قرآنا عربيا إذن ما الذي تحمل اللغة العربية من قدرة استثنائية لحمل المعارف في هذه الثقافة وحمل القيم في هذه الثقافة وحمل المعتقدات لهذه الثقافة لذلك من يتنسم منه عبير اللغة العربية يجد شيئا عجيبا يا جماعة الخير أنت تفقى قليلا بلغة العربية ثم استمتع في قراءة النصر أليس كذلك؟ لذلك حبيت هيك أن أكسر الجمود شوي معكم وما قاله صديقي وحبيب الدكتور أيمن لعتوم الرواء المعروف كان يقول وبدأ حاول أتقمص شيء من طريقته حظي من العيش أني أعشق العربة وأعشق الله والتاريخ والأدبة هي العروبة دين العاشقين غدت من ينتسب لي سواها كان من تسب تواغلت في مساماتي فألهبني أني أقاسمها الإنشاد والضرب وأوثقتني بنثاق الهوى فغدت أما رؤوما وأختا برة وأبا نبينا عليه الصلاة والسلام نبينا يعربي الوجه طالعه وديننا دين من أوحى ومن وهبا قرآننا بلسان غير ذي عوج بأحرف عربيات الهوى كتبا قد شرف الله دنيانا بأكملها فالله حتما بهذا يعشق العرب يعني فتح الله على الدكتور أيمن مع تراب ما شوي بجوز على كلمة يعشق للي عنده شوي استبزازات ولكن لما راجعت منها مرة قال لي المجاز وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم للشعراء بعض المجاز بس هذه الكلمات طبعا هذه من قصيدة دين العاشقين وهي إحدى قصائده الله يفتح عليه ويعني في جدا أنه نحكي لكم عن نتاجاته فنتاجاته متعددة الدكتور أيمن طيب صلوا على رسول الله لذلك عليه الصلاة والسلام لذلك يا جماعة الخير اللغة ما لها كائن حي إبداعي قادر على التطور والتجدد مع كثرة التواصل مع الآخرين ولاحظ نفسك يعني البعض بيقول اقرأ يعني طبعا هم كانوا يقولوا كلمة مجازي اقرأ ألف كتاب وانظر إلى لغتك كيف ستتغير أنا ما أبدو أقول لك ألف كتاب والله اقرأ كتابا واحدا ما هو القرآن الكريم أو اعتد يوميا على القراءة بأن تكون يعني كما يوميا تشرب وتوكل وتغذي هذا الجسد فعلينا أن نغذي هذا العقل يوميا ستجل أن اللغة ما لها تغيرت ولكن من أبرز معضلات اللغة أن لديها القدرة على صياغة مدلولات لها معاني لغوية وقد يكون لها معاني إصطلاحية مختلفة مما يحدث إرباكا للعقل وحتى للمشاعر والتصرفات التي يجب أن نسيطر عليها بمعنى مرات تجد بعض الكلمات لها أكثر من معنى وبعض الكلمات لها معنى إصطلاحي ومعنى لغوي لذلك أثناء حديثك عليك أن تراعي وأثناء تواصلك عليك أن تراعي أثناء قراءتك أنا أقول أن لكل فن من الفن ولكل علم من العلوم له لغته فإذا أردت أن تقرأ في العلوم الإنسانية فاقرأ بلغة العلوم الإنسانية لا تقرأها بلغة العلوم العلمية التجردية والعكس بالعكس وإذا أردت أن تقرأ في علوم شريعة فعليك أن تفهم بعض الكلمات والمصطلحات ودلالاتها حتى ما تتخربش الأمور وتخش بعضها وبعدين إيش؟ نسير نحكي نقول أنه لغتنا قاصرة لا لغتنا مش قاصرة حضرتكم الذي كنت قاصرا عن استعابي هذا الموضوع المحور الثالث وهو بين القراءة الحضارية والتعليم العام المدرسي من أكثر الإشكالات التي خلينا أبدأ فيها مباشرة من أكثر الإشكالات التي تواجه التعليم في بلدان العربية شو هي؟ هي غائية التعليم غائية؟ آه هذا بسمو نحك في اللغة يعني ما هي غاية التعليم؟ ما هي الغاية من عمل برامج تعليمين؟ ما هي الغاية من هذه الدورة؟ ما هي الغاية من دراستك الأكاديمية في المدارس والجامعات؟ هذه الغاية مع مدى إدراكنا لعناصر العملية التعليمية لها شو قصد في العناصر التعليمية؟ الطالب مدى إدراكه لغاية التعليم؟ المعلم مدى إدراكه لغاية التعليم؟ المنهج ومدى قدرتنا على صياغته بما يتناسب مع غاية التعليم؟ النظام التعليمي ومدى ضبطه في سرايان ومن انتقاله من فصل إلى فصل ومن سنة إلى سنة بما يتناسب مع غاية التعليم حتى القيم والأخلاق التي تضبط السلوك العام داخل العملية التعليمية مرتبطة في غائية التعليم من عدم غائية التعليم لذلك كل الأمور خاشة بعضها يا جماعة الخير فبالتالي السؤال الذي يطرحوا نفسه ما هي غائية التعليم؟ نرجع مرة ثانية كنا نقول غائية التعليم المقصود هي الهدف الاستراتيجي من مخرجات التعليم إمتى الآن دخلت باكالوريس علوم؟ ما هي غاية دراستك لهذا التخصص؟ هل من أجل الحصول على شهادة تثبت هذا الأمر أنك انت دارس؟ فبالتالي الشكل من أشكال التمدح يعني زي بعض الشباب وبعض البنات الله يحفظهم ويبارك فيهم إن شاء الله وهو ماسك شهادة تخرج وعمل جلسة تصوير وابتزامات ويعني بيعطوك سيجنال تو سيجنال تو سيجنال تو رسلين براقة وروحولك على الفوتوشوب عشان اللي وجهه مليان حبوب خالص خالص أيوة ارجع للحدي ما هي غاية التعليم؟ هل هي غاية التعليم هاي الشهادة وجلسة التصوير اللي احنا وصفناها بشيء من النكتة؟ أم هناك غاية أعمق؟ أم هي من أجل فتح آفاق جديدة في سوق العمل مثلا؟ مما يعكس إيجابا على الوضع المعيشي المتعلم فبالتالي غاية التعليم الأولى أي حاجة يا بيه؟ أي حاجة يا بيه؟ عشان أحطها الشهادة ولكن لما أنا بدي يكون غاية التعليم يا سوق العمل لازم أعمل إيه؟ عملية استشراف لسوق العمل استشراف لسوق العمل يا سوق العمل أنتو شو عندكو؟ والله إحنا بدنا معلمين إذن أروح أدرس تخصص تعليم إحنا بدنا أعطي الباق أروح أدرس تخصص طبي إحنا بدنا تكلولوجيين أروح أدرس تخصص تكلولوجي واضح؟ فبالتالي فيه هناك غاية لسه أعمق إذن الغاية الأولى للتمدح أي حاجة يا بيه؟ والله فيه غاية أعمق من سوق العمل الحالي إلى سوق الحياة وهي استجابة حقيقية لضرورة البحث عن حلول للأسئلة والإشكالات التي تقع بها بشرية جمعة الخير كم كلية الطب موجودة عندنا في بلداننا العربية؟ هنا في الأردن كم كلية الطب؟ كم كلية الطب موجودة؟ كم مستشفياتنا الموجودة؟ كم عدد الأبحاث التي بذلت خلال هذه الفترة فترة كورونا القميئة اللي احنا عايشينها وعمليات الحظرة المستمرة كم هي الأبحاث التي بذلت من أطباءنا وطلابنا وذاكاترة الجامعات المسؤولين في الطب لأجل تقديم حل أردني لهذه المعضلة؟ الجواب صفري لماذا؟ لأن غاية العلم والتعلم عندنا هي الشهادة وإذا تحسنت شوي بتصير عندنا سوق العمل فبالتالي احنا مش مستعدين نقرأ ماذا وصل العالم إليه من علم ومعرفة لذلك لو رحنا للنظرة واقعية لمجتمعاتنا نجد أن القراءة ارتبطت بالشهادات الجامعية ومدى تراتوبيتها فإذا انتهت المراحل الدراسية إلا إن كانت بعض الدكاترة خلص أخذ البيأج دي أو أخذ الدال تنتهي معها القراءة وحب التعلم ويفرض على الناس احترامه لأنه قدام اسمه دال وقد يكون هذه الدال لها معاني أخرى ليست لطيفة أن نذكرها عبر التسجيل من واقع القراءة والأمية في الوطن العربي وفق تقرير لليونسكو أن أعلى نسبة أمية في العالم تتواجد في الوطن العربي والقراءة هي من آخر اهتمامات المواطن العربي في تقرير التنمية الثقافية التي تصدر مؤسسة الفكر العربي لعام 2001 طبعا ليش أنا جبتها قديمة شوية لأن كل ما جديد الآن لساتهم متخربشين بسبب وضع الكورونا وهناك عدم مصداقيات في بعض المؤسسات وبعض الحيثيات فأنا قلت خلنجيب شغلة أكثر توضيحاً بس أنا تقرمنا تعملنا زومينج للمشهر بيحكي هذا التقرير بعد الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام كل عشرين مواطن عربي تقريباً بيقرؤوا كتاب واحد في السنة بينما المواطن الألماني أو البريطاني بيقرأ سبع كتب لحاله سبع كتب لحاله يعني كم ضعف؟ مئة واربعين ضعف تقريباً للمواطن العربي المواطن الأمريكي بيقرأ 11 كتاب في السنة يعني بواقع كم ضعف؟ مئتين وعشرين ضعف للمواطن العربي مالذي يحصل؟ مهو عشان نفهم هما كيف سابقيننا إحنا بس شاطرين نجلة أنفسنا ونقول إيش؟ يا جماعة الخير الحضارة الغربية يعني تسبقنا بهكترات وتسبقنا بسنوات ضوئية بدل ما أنك يعني تكثر من لعن الضلام اشعل معنى شمعة وزيد من عدد القراء وزيد من عدد القراء المنتجين القراء الحضاريين مش القراء فقط اللي يعني بعد كتب بعد روايات وما شاء الله وهذا مثقف ولاحظوا طريقة كراءة لا يعني ما هذه الثقافة التي لا تندرج ولا تحتك ولا تستك ولا تتفاعل حقيقة مع واقع المجتمعات وتذكر علي شريعة الإيراني الذي كان يقول أن وظيفة المثقف في مجتمعه هي وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام جميعا وظيفة النبي في أمته لذلك نقول يا جماعة الخير القراءة خارج إطار الجانب التعليمي فقط إنما قراءة حضارية لماذا نقرأ قراءة حضارية؟ حتى تكون غائية التعليم بالنسبة لنا عالية ما هي غائية التعليم؟ قلنا الهدف الاستراتيجي للتعليم ما هي غائية التعليم بالنسبة لنا؟ رافع قيمة واقع مجتمعاتنا يا جماعة الخير المحور الرابع التاريخ يعيد نفسه فلنقرأهم القرآن الكريم يدعون إلى قراءة التاريخ أنا أعمل جد سريع للآيات القرآنية التي تنادي بقوله تعالى قل سيروا في الأرض أو أفلم يسيروا في الأرض أو أولم يسيروا في الأرض لمجموعة 13 آية تدعون يا جماعة الخير من خلال القرآن الكريم إلى التفاعل مع التاريخ آية واحدة تكلم الله عز وجل فيها في سورة العنكبوت قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق وهي تكلمت عن التاريخ ولكن تاريخ بيولوجي يعني معنى آخر وهي دراسة الأحقاب التاريخية كيف خلق الإنسان وكيف خلقت هذا الكون وفي 12 آية اتكلمت عن فلننظر إلى عاقبة المكذبين إلى عاقبة المنذرين إلى عاقبة المجرنين إلى عاقبة الذين من قبلكم إلى اللهم صلى الله عليه وسلم محمد كانوا أشد منكم قوة أشد منهم قوة أشد دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها وغيرهم الآية إذن المنهج القرآني يدعون لقراءة التاريخ ولكن بعين إيش؟ أو بمنهجية إيش؟ بمنهجية السير والنظر لغايات الاعتبار لذلك يا جماعة الخير حينما نقرأ أي حدث من الأحداث التاريخية فلنعلم أن الأحداث التاريخية لم تقع في الفراغ مش الدليا كانت فاضية والحدث التاريخي اللي احنا نقرأ فيه هو الوحيد البطل والدنيا كلها من دمره لا هناك سياقات يا جماعة الخير سياقات سياسية واقتصادية واجتماعية بتأثر على طبيعة النتاج لذلك من أقوى ما قرأت في حصيلة تاريخية تكلمت عن نشأ الجيل صلاح الدين أيوبه وما كتبه الدكتور ماجد عرسان الكلاني عليه رحمة الله حينما كتب هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادة القدس سفر ضخم قرابة 300 مكسور من الصفحات ولكن يسرح بك ويمرح باتجاه العمق التاريخي سياسي اقتصادي اجتماعي كيف نشأ اقصنغر عليه رحمة الله ثم كيف نشأ زينكي عليه رحمة الله ثم كيف نشأ محمود ابن زينكي ابن اقصنغر ثم كيف نشأ طالبه صلاح الدين أيوب حاجة كبيرة وتستاهل انه احنا لما نقرأ التاريخ نقرأه بهذا النفس نفس السياقات عند قرأة التاريخ يا جماعة الخير علينا ان نحرص ان لا نقع فريسة تقديس الاشخاص او حتى ايهانتهم بل علينا ان نكون ايه موضوعيين ومن اكبر المشاكل التاريخية عندنا في امتنا الاسلامية التي ما زلنا نقترب منها ونبتعد اللي هي مشكلة ايش مشكلة الفتنة العثمان ابن عفار رضي الله عنه وارضه والزمان سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضه وزمان سيدنا الحسن عليه رضوان الله وزمان معاوب بن ابي سوفيان عليه رضوان الله سفر من اجمل الاسفار التي انصحكم بقراءتها للدكتور محمد المختار الشنقيطي حينما تناول هذا الموضوع وهو بين التقديس وما بين ما بين من يريد ايهانتهم ومن يريد تقديسهم وناقش هذا الكلام بشكل تفصيلي حول هذه الفتنة ثم عمق هذا النقاش في كتابه الرائع 600 صفحة عانى الله كل من يريد أن يقرأ على قراءته اسم الكتاب الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية فوق الرائع ألترى رائع بيتكلم عن هذا ويتكلم عن عمق المشكلة الدستورية التي حصلت من زمان أبو بكر الصديق وتعدي لهذه المشكلة هو وعمر الخطار رضي الله عنه وارضاه ثم عودة ظهورها مرة ثانية في جزء ثاني من زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه وكيف اصطدم بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه وكيف تفاعل معها ما هي الاستراتيجيات التي حلها بعدين ينتقل بعد ذلك إلى الدولة الأموية والإشكالات التي حصلت بعدين قدش أثرت على واقعنا السياسي وأثرت حتى في منظورنا للفقه السياسي حاجة رائعة ولكن تضعك أمام أن لا تقع فريسة لتقديس الأشخاص عليهم رضوان الله جميعا ولا أن تقع في إيهانتهم إنما تحاكمهم محاكمة عقلية واضحة لذلك القراءة المرجوة هي القراءة الاعتبارية والتحليلية ليست الكمية دون الوقوع في إشكالات انتقائية الإجابية منها والسلبية مرات تقرأ بعض الكتب وجزى الله من كتبها تجد أنه هي رائحة بانتقائية توجد لك على أن الدنيا قمره وربيع والأمور طيبة والحالة جيدة ولكن هي ليست كذلك ولا بالمقابل كذلك بعض الكتب المسمومة تجد أنها تركز على السلبيات بل تكذب وتتحرى الكذب حتى تخرجك نفسيا على أن هذا تاريخنا إنما كان تاريخ وحوش وهذا كذلك غير سليم لذلك حينما تقرأ في التاريخ تثبت أو تتبت من مبدأ السنانية الله سبحانه وتعالى لما حكى أنه قل سيروا في الأرض آسف صورة ألي عمران قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض نعم والسنن المقصود فيها السبب والنتيجة المتكررة بتكرار السبب بمعنى لا تفعلوا فعلا ثم تظن أن النتيجة ستختلف وكان يقولها أظن أينشتاين أظن أنه أينشتاين قال أنه لا تستطيع العقل الذي أنشأ المشكلة بحلها إذا ظل يفكر بنفس الطريقة المحور الخامس والأخير حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك هو سريعا أقول القراءة بين فهم الواقع واستشراف المستقبل قديما كانوا يقولون أن العقول الكبيرة تناقش الأفكار العقول المتوسطة تناقش الأحداث أما العقول الصغيرة فإنها تناقش الشخصية من أي العقول أنت أربأ بكم متابعينا ومشاركينا والدارسين معنا أن نكون من العقول الصغيرة التي تشخصن وأن تبحث حول الشخصيات لا فلنرتقي نحن وإياكم بعالم الأفكار وعالم الأفكار ستجده يعوج بالأفكار المتناقضة ويعوج بالأفكار المتناحرة ويصبح هناك حالة من التدافع الحقيقي الذي يجلل حقا في أعيوننا النقطة اللي بعدها كنت حاب أقول على أنه المنتجات الحضارية تنبئ عن مكنوناتها أي منتج حضاري ينبئ عن المكنوناتها انظروا مثلا معي هيك أربع منتجات سريعة انتشار دور العلم والمدارس ودار الترجمة في بغداد العباسيين تنبئ عن قيمة حضارية مهمة اسمها احترام العلم والعلماء وكان عندهم عندوش مشكلة المأمون أنه من يترجم له كتابا يأخذ وزنه ذهبا وهذا بيدلل على احترام العلم والعلماء انتشار الجامعات ومراكز الأبحاث في اليابان تنبئ عن احترام آليات البحث العلم شيء عجيب جدا تجد عندهم احترام حقيقي لآليات البحث العلم انتشار المصانع للمواد الصلبة مثلا في تركيا هذه الأيام تنبئ عن رؤية صناعية جديدة إن كان أردغان أو يعني سنقول السلطة الحاكمة الآن هي سلطة تسعى نحو تمليك الشعب التركي مواد صلبة ومصانع وتشكيلات انظر مثلا معي انتشار البنوك السرية في سويسرا بوجهة نظري تنبئ عن عقلية إيجاد الملاذ الآمن للثروات وهذا الذي نجده لذلك صار سويسرا صارت مشهورة بثلاث شغلات مشهورة بالبنوك السرية مشهورة بالساعات غالية الثمن ومشهورة بالشوكولاتات غالية الثمن طيب شو اللي حصل في عقلية يا جماعة الخير هي عقلية السرقة مع أن القرآن الكريم بيقولنا ما كان لنبي أن يغل أن يسرق من المال العام ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة والله في أناس سيأتون يوم القيامة وفي عناقهم جبال من ثروات الأمة قد سرقوها كيف سيقفون بين يدي الله عقليتنا المسلمة التي تحرم وتخوفك من هذا الموضوع غير عقلية إيجاد الملاذ الآمن لهذه الثروات واضح الفكرة أخيرا انتشار أماكن أعزكم الله الدعارة والمجوم في أي دولة من الدول ولم أريد أن أخص دولة هذه تدلل على عقلية شهوانية استهلاكية مادية لا تبحث إلا عن سعادة الجسد لذلك أختم وأقول تؤمن الحضارة الغربية بوجود صراع بين الله والإنسان وتسعى دائما نحو إثبات قوة الإنسان ومركزية في كل ميدان وإلى إشباع رغباته المادية على أوسع لطاق فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة كلما ازداد الإنسان قوة اكتشف أنه ما زال ضعيفا وفايروس واحد زي كورونا بهد للعالم كله كلما ازداد الإنسان علما كلما اكتشف أنه ما زال جاهلا وكلما ازداد وحشية نحو المادية ازداد فراغا في الروح والوجدان وآخر دعواهما الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم